هذا التجلزي أمامك السبب في حرب كارثية بين أوكوي تيورز مايكرافت من خيانة أغادروا خطط وتسلل أهلا بكم في ملاحظة السيرفر التاريخي الذي لن يتقرر أنا مستر سولوم اليوم بحكي لكم قصة كونكريت كرافت كاملة شايفين هذا التاج؟ هذا التاج هو حلو مهدف كل واحد داخل السيرفر الفصل الأول ضيع التاج الفصل بيبدأ بداية طبيعية جدا لمجموعة لعبين يجمعون معارض عشان يضبطوا وضعهم جمع أبسط الأشياء للحياة والله الخطة برادر بدي أجمع أكل يعني كده مينموم حق عيش بعدها أرجع عن الشباب لكن كل شي بدأ من ضيع تاج عمر عمر ضيع تاجه وصار يدور عليه بين أعضاء السيرفر وزل خلاه بدأ إنجني تدريجيا قلت لك ما عليكش فيه زي القرد برادر عندي موز عندي موز انزل لعب عادي مع كثير مهارات لكن اللي يهمنا هو التارش حقه يلي ضيعوا لما دخل السيرفر عمر رحل فليكس بعد في البحث عن تاجه الضائعة بعدها قبل سوردوم اللي كان هدفه ان يعمل تيم مكون من يوري وفليكس لكن طام نقش بينهم بموته صوردوم حاول يكون صديقي حيبر و يوسف لكنها نفسها اللي كل رافون في تيم سوردوم طبعا 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 مش كل التاس قاعدة تببع صودوم قابل عمر فايف واللي هو حاليا صار مقنون من بعد ضياع التاج لكن عمر سارل عن التاج لكن صودوم طبعا ما يعرفون التاج فعمر سحب عليه اشفتش التاج بتاعي تاج لا تاج تاج اشفتش التاج بتاعي لا خزنا رحل فلكس وصار عمر بالنص وبينهم فقتلو مع بعض لا لا اكسل اكسل اكسلو 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 لا شكتلنا طيب صح ليش كتلنا ما ادرس راحة بعدها صودوم وصل الى حدثية ارسال تاخذناه والخصن لحظ فلكس كان معاه واللي صار زي المرة ان فلكس ما اتل صودوم بدأ يصير تحلف منهم طبعا اللي صار هنا يعني ما علينا مع زي النقطة الغريبة يعني نعرف من فلكس الحين الفرأ الموجوده في السيرفر عمر و خالد كانوا اتفقوا اتوقع من بداية يعني السيرفر قبل ما يبدأ قالوا يعني كده رح نروح مع بعض هايبر و يوسف الحين راحوا مع بعض يعني وفيه أنا وانت يعني كده رحنا بعد ما عرفنا كل الفرقة الصناعية السيرفر في اسم من ذكر يوري عبقل السيرفر وينه مع لا زلك انه ينفع يضموا سيرفر لفريقه لفبالي ممكن ان يسير لحظة يوري طيب وش طرع يوري الحالة اسمع اسمع ناخذ يوتر غازي دخل اسمع اسمع غازي بيهم غازي ما منه فايدة اسمع اسمع رحلة البحث على يوري لاحظتوا رد فعل الصردوم فليكس على دخول غازي الكل ما اعطاه تمام لكن هو في الفصل القادم بيكون الشريك صارك التاج ويناستعمل لغة المورس لاول مرة اللي بيكون اسم الفريب فيما بعد موجود لكن بكاعدنا اي خطة كيف نجيب يوري عندنا كيف نجذب انتباه يوري كيف نجذب انتباهها قول كده عندك معلومة نادرة تكلموا مع يوري في ديسكورد وفعلا رايح لهم يوري قبل بالعرض وراح ينضم الينا ولكن شي اللي شغل بالنا انا وفليكس ان هل فعلا يوري نقدر نثق فيه يوري اسعدوا من ان يوري يكون كذاب او غطاق ويجيب مع هايبر ويوسف لكن فليكس كان عنده ثقة عمياء في يوري لسبب من معه يا عمي هو يمكننا عميل سري قلت لك خلدي نسوي خطة اول تتخيل كده يجي الحيد ويجيب معاه يوسف وكده وهايبر طب بس ما اسمع ان يقولك يقولك اذا جاء عشان نتأكد عاطنا معلوم بعد نثقة بيوري اذا كان يبديده نثق فيه خلاص تثق وقالت في بل فليكس فكرة تعلم لغة المورس تكون اللغة خاصة بيهم وزي هي لغة المورس يعطي اسم سري يعني يعطي اسم سري لا يلاك عشان تفهمون فكرة فليكس بس المورس كود هي عبارة عن لغة نقدر نتواصل فيها عن طريق النقاط والشرطات بس وهذه عبارة عن لغة مشفرة ما رح يفهمها الا اللي يعرفها اسمع اسمع لا تقولي هم وراك لا تقولي هم وراك لا لا مش وراي بس في صفقة ترى هايفور قالي تعال يعطيني دائمون مقابل شي فبروح للمكان هذا اللي حدد فيها لا 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 برادر لا تروح لكن المشكلة ان هايبر عرض على يوري صفقة وفعلا يوري كارر يروح لهايبر مع دا سودوم فليكس راح يستكشفها زي القرية ولووت الموارد اللي فيها يوري يوري راحوا الريدي هلو هدك اقتفا يا عمي لا تسال هاذي هاذي اسرار ماشا الله اه هسبته وبه قلت بسرع اسمع اسمع على اقل على اقلذا فاتش راح يوري لازم يكون يرجع لنا وصل من طال لما وقت فيها التقامة ولكن نهاية هاذا النقاش كانت سيئة بسبب غاباء فليكس بالنقاش تعالوا هناك تعالوا هناك عشان بح lite باسمع اسمع كان شايف الفوضى اللي قاعد اتصر في الشاطن المدايا كان نكول شوي خالد قاعد ينعصر فيعني بدنا نسوي عقد سلام يعني كده لمدة معينة لحد يقصر الثاني طيب عندك كتاب يليل بكتب عليك بكتب عليك برو بدي بسكت لا 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 فريقة ككات ضربني ضربني لا ليه 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 انش سوية طب وفهم لا يا عمي ما يستطل كده هاي غازي يا انا داريني مفوط مدفك طب اسمي بعتك كوكيز بعتك كوكيز حين عداء بينهم صارت اقوى وتيم المورس انقتل واحد ورد ثاني يوسف روس ببدأ يزبط وضعه وعداء المورس صار عندهم بيت كامل في كل موارد الي احترق فصالت الفكرة الحين ان المورس لازم يظهرون دائما انهم فقراء وما معهم اي شي في نفس الوقت يجمعهم موارد هائلة تخليهم الاقوى في السيرفر دايمند بدون ما يطلع اي رشيف منت عشان محد يعرف من الاعداء مسحيلي اوه دايمند اوكي زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا اوه 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 والله انك مخ يلا لك شرف اول حباية يلا 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 اوه اره اوه احداث من طرف مورس نشوف الحين من طرف عيبر يلا احنا ثلاثة برطة ما بيقدر يسوي شيء ايو 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 مصر يا حيوة انظم لفليكسسردوم قبل ما انا اكلمه وكونوا فريق سموه فريق المورس لانهم طول الوقت كانوا يتواصلوا مع بعض في الشات بلغة المورس بدون ما احنا نلاحظ بعد موتتي هذه رجعت عند يوسف وبدأنا نبني بات بسيط مع بعض الان الاعداء بنفسهم اجوا لعند فليكس ونرجع تاج عمر بس بعد ما سوينا هذا الشيء اكتشف عمر ان التاج ما كان عند فليكس واحنا الحين كونا عداوة مع فريق المورس بدون اي فايل الحين صار اتفاق كامل بين عمر و هايبر بعد دخول زيتريكس والاتفاق ان هايبر يلقى تاق عمر في اقل من اسبوع مقابل بناء قصر الهايبر شبع يوم سنقي ان في حد عايزي اتلاك اوكي زيتريكس عايزي اتلاك زيتريكس هو لعب هاردكور مرة معرق ومع انها داخل السيرفر متأخر عن الباقي انه شخص متله يكون ناوي يقتلنيه وشي لازم اخذ حذري منه رايك في التاج اللي انت وعدتني بيه بدأت السيرفر صحبت عايزي تاج؟ فيش قصري حدا من اجيب التاج بتاعي بحاول اعرف مين اخذ التاج طيب مفتول تكون اجيبتلي التاج مين ده؟ هذا كلب يوسف متى بدك التاج يكون عندك عندك اسبوع واحد نحط تجب لي التاج اوكي؟ اسبوع واحد تم بقى انك بتجب لي تاجي هديك كمان نصيحة مهمة اه ايش هي؟ اخذ حذرك انت من الموارسة بما ان زيتريكس دخل في السيرفر اذا فيبدأ الفاصل الثاني من قصة خطة زيتريكس على الفاصل الثاني خطة زيتريكس بروح لمنظور زيتريكس لانه اهم عضو فازل فاص هدف اسموي في السيرفر ذا لاني اول ما دخلت السيرفر اكتشفت ان كل واحد صار عنده تحالف وكل واحد صار عنده عداوة مع الطرف الثاني فكنت حرفية محتارة اروح مع مين؟ ولا اروح لي مين؟ ولا ايش اسموي اصلا في السيرفر بس الموضوع مطول اليه مجاني واحد ماذا من قصة بينه وبينه عمر انتعب ان زيتريكس بيساعده عمر انه يوصل للتاج او الزل المفروض يصير اوكي صح صح ايوه ايشتبي اسموي؟ سيرفر السيرفر دا خطير اوكي في 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 مؤامرات في.. خطر الدرجه دي ت lime تعال واف معي اوف 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 يا تعال احمن رح ان انحرك ان الغريب انه عمر صرا ما اتفاق مع زيتك فايبر في راس الوقت وزالي بيخليهم ياتحدون مع بعض مستقبلا هاول نشوف التيمات اللي رقع انه شافني خلاص هما شافني ده احوال ايه ايه يا عمش بذاء تحسبني ما أشوفك؟ تعال تعال اهلا 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 أنا جاي مسالم أنا جايك حرفيا مسالم أنا مو جاي مثلا ما ادري عشان انا ملاك مثلا ووجاي مسالم فاهم مو شيطان طبعا بس لش الشات كله قادي قولي بيغذرانك لا انا ما كنت حرفيا بيغذرك انا كنت بطلق تجمعهم فاهم والناس فهمت غلط يعني انا حرفيا مسالم اي حتي شايف الاجنيحادي انا ملاكي يعني واضح ان انا ملاكي بس ما اسمع له قتلت انا اشي في السديق انا ما بيقتلك مين قال لي انا بيقتلك وزلي صار فعلا تقبلوا بدء نقاش طويل بينهم بعد نقاش طويل بينهم دخل عمر فايف فعاد يسمع اللي قالوه واللي خلاص طولهم بيتتعاونوا عشان يوصلوا التعب ايوا فاسمع عندي لك عرض بس لا تقولوا لأحد لا تقولوا اليوثر لا تقولوا الخالب اسمع رمز التحالف من بيننا بطيخ بطيخ يب وين البمبوت التبعي اه بمبو امسك ما عندك اي معلومة كيف نحصل التاج من خزنا اتأكدوا ان هو اتأكدوا ان التاج معاه في الانفنتوري وبس انا بقى انا بقى انا كل الشك دلوقت على خزنا انه هو صارك التاج وطلب عمر انه محضون خزنا مع التاج لكن لم احد قالوا عنه في السيرفر كامل انه خزنا فعلا كان مع التاج ولكن مات وزيتريكس كان قريب منه واخد تاج عمر يب تاج عمر كان في حوزة زيتريكس من البداية اساسا ونفس الوقت مع هايبر قاعدين يدورونا على التاج نتعاون عشان نجمع ذلة عشان نقدر نجيب التاج هايبر اوكي ما في مشكلة رو والله خفت جد ما عند انت وفت بدا كثير اسمع اش رايك نعيش في النذر بيد انت تعجبني والله صدق نقدم في الاحداث شوية لانه كانت مملة وندخل على قرار هايبر في انهم يعيشوا في النذر وازل فترة زيتريكس كسب سكت خزنا عشان ما يقول احد فين التاج وكسب سكت هايبر لانهم عاشوا مع بعض فترة طويرة جدا نتكو والله شكل في حد دخل النذر من ده عمر عمر قال انو كان مجمع عيش اندبريو في الاخير ماد احفظ رحيدة ثيار حفظنا خلاص خلاص انت اصلا عندك كوبسيني لا لا مولع خيو نص نترك زيتريكس وهايبرو في النذر ونرجع شوية لفري المورس ونشوف الوضاع عندهم يروي ارسل صردهم وهم عشان يجب المعلومات عن مقراتها لكن الاسف انكشف بسهولة لكن اه انكشف على طول سلام عليكم ليش راسك كذا وعليكم سلام جابت ليش جاي بدون اذن تمين شفت شفت واحد شفت واحد لابس بدلة وعند عين حمرة وعين حضرة انتبه 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 دقيقة دقيقة فيه فيه بلوت توست ما كنت ادري انت اعمى رازم يطلع من هذا الموقف الغبي انا طبعا عارف انه عمر بعد خسارة التاج صار اعمى لسبب ما هنا قرر فليكس يدخل عشان يكسر دخل فليكسر عنه زوجة صردم وات المهم المهم انا بروح انا بزوج اوكي سويك انه انا ما ايجانا يلا 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 روح 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 يلا شكرا شكرا يا شباب صالح طيب عمر واذا لاي شا 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 كانت تخوفهم ممكن تخلوني انا بزوجي على راحتنا بدلنا نروح مكتنا شيء خلونا نروح طيب عاد انا ابيض اوكي اياع التخفي فليكس تفكيره غريب اوي المهم اعمر يضل يدبع من الفترة لكن اقدروا يضيعوه لانه اعمى تروح تفين شكرا تفين ونشوف زيدريكس من منظور تيم المورس عبارة عن اللاعب غريب دخل السيربر وانضمن فريد العدو وادف ان يلقى فزي ان ان عمر صار ضد المورس نوعا ما خطة توريك جديدة اول جزء من الخطاء ان يسوى انفاء المورس عشان يقدر يدخلوا منطقة العداء بسهولة صادم يذكركم انهم لازم يظهروا كضعفاء وما ينفعش يلبسوا ايدروع تريد بحونا في الضربة واحدة لشان كده لازم ما هاتي شوفنا الخطوة الاولى اضافوا شوية الهاء عشان احد بعيد يحسوا انهم موقدين في المنطقة تم 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 اول خطوة تم الشباب من المشن الخطوة الثانية حفر انفاق تحت المنطقة ما رح حصير اتكلم الشات ااسف عشان لا يسمعونا صوت بلوكات كده اخاف انت لحتات بلوكات بعد عدو طول من الحفر وصل المقرن لعدو بعد يستكشف المكان يلوتو كانو استرقشر بعد افليكس يحفر مكان تحت عشان يحط التين تي ولكن فجأة صور دم ينادي على فليكس بطريقة مرحوة جدا يوسف دخل وبدأ صور دم يبعد عن المكان لكن عمر فايف ادري الافليكس بعد شوية كلام بعد عن منطقة العداء ودعت ناقشه يوسف قال لهم ان يولو من كم يوم تسأل منطقتهم وقت الكلب يوسف حس باني ما حتشافه لكن عمر كان موجود في المنطقة وشافه ظاهر يولو بسرعة وهروو مع بعض الصرافة تقي منتوتين مورس لكن لعاب كريس توردو مضيع المنطقة وضل تاير فوق قبل فا الخوف يا عبي اوكي يا شباب ل . فليكس نعم تبBERG بنسافر للمكان الثالث في العالم الحياه يعمبي وي اول مرة حياتي جديد اي شي موجود في السيرفر ايش يوري يال كم الاحداثات موقع دالشي كم الاحداثات موقع دالشي احداثات موقع دالشي مية سالب 56 مية فكله طلع من السيرفر لكن ت تيوري إضل في السيرفر شوية وللي صار للأي يوري بعدها مجهول سنجزء من خطة يوري اللي بيكمل فيها رغم عدم وجود يوري هو عالم النظر ممنوع علينا نتكلم عن السيرفر خارج السيرفر أو أنه أي واحد يشوف بثوثه ومقاطع الشخص الثاني يوري كان مختفي لكن خطته لسه كانت موجودة وما عندنا أي خيار ثاني غير اتباعها الآن وصلنا لكل الفرق داخل النظر فنشوف اللي صار مع فريق زيتركس الأول لا تقدر نعيش في النظر أبدا حظوم في النظر كان سيء جدا من حيث أن هايبر كان نلوب بشكل مو طبيعي وكل شوية يموت بطرق مختلفة وسيئة فعلا ولكن قدر يوصل الباسشن ويزال ليه يصار هناك لأ موته بعد الآن خلاص صورات المثابقة أعلن الحموز بينما أنا كنت مشغول بأن يموت زيتركس قدر يلاقي باسشن فانطرقت في طريق زيتركس عشان التقي فيه برو مو صابط مع لونك لما التقينا كان ضايل ثلاث أيام على موعد التاج فكان لازم نضبط وضعنا بسرعة عشان نطلع من النظر ونكمل المهمة فعلا طول رحنا مع بعض الباسشن اللي اللي لقاها زيتركس عشان نلوتها دواني برو كالد تحت لا لا بسرعة هنا اسمع 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 داللي يقرب منك داللي غريف سنة عشان يموت أنا بدروع الدايموند ومت أسرع اسمع بحمي كنزل اوه دروع دايموند لا بسرعة لقاها فعلا طول رحنا فعلا طول رحنا امسك لحم امسك لحم يخيس على جدك يا شيخ بس اسمع دايكار لا 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 انتربيل اسمع انتربيل انتربيل طلع 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 انتربيل اوه دواني لا 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 زيتركس اغراض هن حرقت مطف يا مري توقع متنا شباب صعح بان زيتركس فايبر برجع عمر مرة ثانية لكن ازيل مرة كان كل شي بيتغير لكن نرجع المورس ونشوف اللي صار معاهم اللي لازم نجيبوه من هاد المهمة بقولكم بعدين ليش نحتاج كل هاد الائتمات بلايز رود ولود ستون اللي لازم نجمع ناذر رايت عشان نجيبها يلي يخلي المهمة اسعب انه لازم نيضل على صورة الفقراء فممنوع نجمع ناذر رايت برضو ممنوع علينا انه نلبس يدروه عشان لايجي ارشيف منت انه نلبس ندروه في النذر ومن سودهم صوابه وبتنفكر بعد ساعة ونص عشان لو تأخروا ما حد يقدروا يوصل لهم سوي بوابة نذر مع تايمر ساعة ونص اللي بيفجرها لو طولنا كثير عشان ما حد يلحقنا اوكي شوفوا حاليا عندنا اثنين تايمر سمام عندنا التايمر الاول والتايمر الثاني حاليا ليش في تايمرين؟ عندنا الحين بيربطك تايمر بتاعك بمجرد ما اكسر الزر هذا التايمر بيبدأ يلا 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 كسر كسر اوكي شباب بدأ عندكم التايمر المفروض لكن انا سودهم قاب ام العيد وبدلا ما يضرب البيغلين رمع انتر بير في نص اللاذا ومات طبعا مش اول خمس دايمة الساعة ونص لكن بعدها بيغلين بيقم على فليكس ولكن مش بيغلين اللي بيئت الفليكس هايبر اللي بيئت الفليكس يا بابي مالشي كويس حاولت لي هدي نفسي لكن مالشي كويس نهده نهده اخوان وات فليكس مات ليش هايبر موجود وات لا 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 ليش هايبر موجود بعدها رقعوا طاح بوت غولد قدام فليكس ولا تنصردوا منع فليكس من اللبس الدرع باس كطريقة كل مشاكلنا اذا تلبس البوت تتفت لهم انهم صحة وكلهم صحبت لهم ان تريقنا طعيف اذا المستعد الزرق لي انا ماني مستعد ليش يا برادر فيه في بوت قدام ليش ليش ما ألبسه انا بموت اذا انت كاميرا ألبسه فكل سبن واصل ضمة اوقاتها منك ابدا واصل او الى القلعة وبنو لحد ما وصل لهذا دخل القلعة وبدأ يجمع بليز رود خصلتها سوف ها منص حسنا حجر كذب لها حق على اليه حق عليها اكير طبعا ايه تمتل جاي بتكون اسعب اكتير وخطة تيوري فعلا مالية بالاسرار وبتعرفه ان حين لكن ايتم اللي بعده زي الشي الحق البوصلة الموقت في الباسشن عدوهم هو البيجلين بروت لانه مرة قوي ويتر بدربة واحدة وعدوهم الثاني هايبر اللي عايش في النظر في السلسلة اصير غني من النظر مهما كان الطريق اللي كنا نروح منه هايبر يكون مر من هنا وشفت كل اللوت ويت في بيت هنا اسمع لما يوصل لازل مكان بالقاء تهديد من عمر لهايبر وزيت ريكس عشان نفهم اللي صار لازم نشوف اللي صار بينهم فعلا راح قدام ونطناطر اللي ورا مهما كانت 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 مهما انتبه 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 انتب و راكتان نرجع من الماضي للحاضر وصار في مشاكل بين عمر و عادية المورس لانه حاليا ما يجبه تاقو كرنوبي بدون بوبة 4000 بلوكا عشان هايبر ما يكون داخل هذا المكان واصل الباستين واستعدوا للدخول لازم مكان خضير توقع ويت القارب وصلنا لان هنا بذنك راكوت صندوق هنا صندوق هنا اصبق اصبق خذهم من فوق اذا فتحناها كلهم بيحفظون علينا حط شيء في بالك اشجاك صعدوا ملع البلوكا اللي يحتاجوها من اول صندوق يفتحوا بعد اعتوا البقلين باللافا اللي معهم عشان يقدروا ينزلون بياخدوا اللوت السعادية بيكاغس دايمون علي المندنج بيكس برضو شف 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 دوهي يجيبنه دايمون بدون منتشيف دايبون ااا وكس الرأسة يا الله وكستر دروسة وكستر ملفاتة وخذ الذهبات المهمة بعد وقت وثوين من التلوين جمع مورد جيدة لأسف فليكس مات بشكل سيء وهنا كانت مشكلة لان فكرة ان فليكس نريد الصويده مستحيلة لان المسافة خمس الاف بلوكا حرفيا اسمع مد صلاح فانوا مستحين نرجع عند صاردم مستحين نرجع عند صاردم كل شيء الآن صار في يد العميد صاردم اللي هو على بعد خمس آلاف بلوكة من البوابة نلاحظ نوتيت النظر ونسل له أمن وضف الفصل الثاني وخطة زيت ريكس وصلنا لآخر يوم وزا ما وعد تسليم التايد قوم نشوف أحلى اللقطة في السيربر اشتركوا في القناة اش فيه اش دا مزيف دا مش التاق الي احنا اتفن علي دا مش التاقي انا خيرة والله متجد لا خيرة حيكون عندنا قصر اش عالا دا مش التاق الي احنا اتفن علي دا مش التاقي انا نعم إيش دا أصلي المفروض هوي بر دا مش تاقي فين تاقي 학교 ذات ريكس تجرسلي معي يا إخوان حتى أنا أقول لك شي عشان أثبتلك بعد أني أنا موجاي عشان أقتلك تمام؟ هذه أغراضي كلها برميها لك قدامك أسمع تدري تدري لو سويت مشاكل الحين بتضل بيننا مشاكل إلى نهاية السيرفر وتدري إيش معنى هذا الشي تجدي في قدرات قوية أقدر أتحكم فيكم بحين زيت سلك سحنا متفقين مع أمر من البداية من قال أني سأعطيك التاج يا هايبر من قال أني سأعطيك التاج أنت مفكر أني أنا أصلا معك في تيما هايبر أنا أصلا استخدمتك بس عشان ألاقي التاج بس عشان أخذ التاج عشان أخذ لنفسي وانت يا عمر مفكر أني سأعطيك التاج كده بسهولة مفكر أني سويتها فيني كل هدية أنا حنساها مستحيل دا حين التاج معي هاتحكم فيكم واحد واحد والتاج دا ما رح تقدر أنكم تأخذوا مني ولا واحد رح يقدر يأخذ مني أعتلك دلوقتي حالا ولا رح تقدر تأخذ مني حتى الانتر بير اللي أعطيته يا انتهى الفصل الثاني وليبدأ في الفصل الثالث الفخر الزبالة الفصل الثالث الفخر الزبالة بعد اللي صار في نهاية الفصل الثاني هايبرجا منططو لكن المورس كنواص منططو فعلا لو حيوانه الأليف وكرونهم يعلقوا بذي الطريقه كتهديم زهايبر هذا اللي ليكون هذا اللي فضالي هو هو روح امروا الخط الأحمر تعال بتطوط معك بأ كيف كعت طير طول ذا الوقت طول ذا الوقت ليش حياة فك مرتفعة كده سكن جديد في نكار السودوم وهايبر عمر يزور من عدم ويرمي نفسه في اللافا واتف فأ واتف وا بعدها يصير فايت كوي جدا بين هايبر وفليكس كل الناس اللي يشجعون الفريق اهو 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 كيف ما تقان اهو 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 هل هل علو يوسف بدخل السيرفر بسرعة بسرعة جاي 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 قريك ان انت صافية بشيل الدروع اهو اهو حط الدروع حط الدروع مهمة بهدود ويتحدوا كلهم مع بعض بعده في هزيمة زيتريكس وصديق وغازي اتبعون زيتريكس نتقول ايش بدكم بتاعش المايك عندك لا صلاف شخصية كيف بدكم نتحالف على زيتريكس حاليا ما في خطة بس الكيد يوري قعد يسويها بس أربعة يا افضار الهوية غذر طيه فريق المورس المقر موجود في الانشن سيتي وكانت خطة يوري تعرفون لماذا الآن في النجاعة قدرنا نفرض قوتنا على السيرفر بفضل الثعلب قدرنا نعرف مكان التاج وهو حاليا بحوزة الباندا زيتريكس الخطة الثانية خطة الفولت سوردم وفليكس عارفون ماذا سنفعل بداية من الفارم الى بناء الفولت نحن نعلم ان نعملها ولكن ممكن احد يقول لي هدف كل هذا كيف يجب ان نعملها سيرقع لي تاقي لنبدأ ان تفق العقل عارفين حتى سوردم وفليكس ماذا يعرفون لا نقدر نخاطر اه اوكي ندري الفليكس انت اللي جبت العمر فبتروح معه عشان تراقبه وكمان قسمو نهمات مع فريق سوردم يلي رح يكون معه الثعلب الثعلب آااااا ما قدت حتنا اللي معه اوكي الاجتماع خلص يندي الكل يطلع بس تفنع فليكس ضل هنا شوي ابغاك فrophy وكذر من نقطة ان يوري طلب من الفليكس يضل لأنه نلاقي علاقة بشي مجنون بيصير بعد شوي لما بدأ ينفذوا خطة تيوريا ظهر شخص غريب في السيرفر اسمه العميل باري والغريب أنه ظهر عند كل عضايا السيرفر من يوم فتحناه إلا اليوم وظهر عند أكثر من عضو من الفريق عشان يهدده وقف وقف محلك أوكي نتفاوض 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 أنا أشوف أنك أجنت أنت أجنت زيي هو باري هاش تتكلم أنا باء لا 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 هنا أمر حرفين كم يروح فيها لكن فليكس قدر ينقذه لا 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 كل 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 أوه لا تهز وزي يمكن زاد سقط عمر فيه في فليكس جدا سأو مقر الفول بيدرك وراحوا يجمعون موارد الفارم واللي منها بيد السلح فاك بعد فترة زل يصار غير متوقع كارون زيت ريكس الشخص اللي عندها تسار رح نوله فريق وبدنا نحبسه تعال 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 يا حبيبي يلا خلاص لحنا نركز على مهمتنا وات احا حبيبي ايش اوكي ما قولي ايش نوم اوه عنده حلفاء يلي منهم العميل باء اللي شفنا داخل المقر زيت ريكس وغازي وصل موارد الوغولد فارم حجتهم واللي ساعدوا من عميل باري واخذوا كل موارد الفارم اللي جمعواه في ساعات لكن بنفهم قصة باري بعد شوية وليل ساعدهم رجعوا جمعون موارد وبنوا الفارم وزيت ريكس وغازي بنوا الفارم زبالة اما من اما فائدة بدرون يشوفون الفارم حقنا انا بس حاط المواد يخليني اشوفهم مرة بعيد فيعني قاعد اشوفهم بس المفروض هم ما يمدونهم يشوفون حق السؤال ممكن يختر على بالك لو انكم عارفين ما كان الفارم حقهم ليش ما تستعملوه ومخلاص اولا فارمهم مدمر لسبب ما وانا الصدمة اللي اغرب متابعين كريت كرافت عرفوها العميل باري وفلكس من حساب مستر قاروي يا فلكس ضل هنا شوي ابغاك في موضوع كي يسمع ان بتكون مفتاح نجاح المهم مع تكتاسك لو فشلت انك تسويه مجودة الفريق بتروح الفاضي كي بس قول ما تتروح يعني ليش ما قلت سليذي الشيء قدامه لكل ما نقدر نخاطر مهمتك بتكون انك تدخل فريق زيت ريكس بالسر بردار كيف بدك يا اي كيف بدك يا تقفيني انا ما بتكون انت بتكون شخص ثاني يب هذا هو السبب اللي خلاني اني اخد حساب صديقي مستر قروي وغيرت اسمه لالعميل باري هدفي كان اني ابني شخص مرة يكره فريق المارس وخليه يتحالف مع زيت ريكس ما ادري اذا كان هذا افضل حل انه داري المهمة بتكون مرة صعبة وشبه مستحيلة رغم ان مستر قروي كان مشارك بشكل غير مباشر وكان العميل باري نوعا ما لكن الان مستر قروي رفض اني يقول عن نفس العميل باري فليكس رح يقمع نظر ريت لباري عشان يكون اول من ينبس نظرات في السيربر ويكون له هايبار تكفون اي نظر ريت انا قاعد اضيع عبد رابليز حق البيكاكس نظر ريت نظر ريت تكفون فيه الفريق وقاعد يهدده غالبا بعد مذاك عشر صبحات بتكتشف ان الموضوع ما هو صعب وبتكمل لان انت بس كنت تحتاج زفعة في البداية عشان تقنع مخك ان هذا الشيء مصعب وعادي اسوي يوب 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 كلام من الشاب بس رضو مفليكس اللي كان في عياده نفسي في هذه اللحظة فليكس كان معها في البس وفي نفس الوقت كان بيلعب مينكراف بحساب العميل باري يخوان مستر قرو يشارك والحين مو راضي يعترف ان العميل باري كيف العميل باري ذا بعد فيها شيء غريبة صارت في السيرف وانا ما دخلت لي فترة اخذلك دخل مرة ثانية مين ذا اوكي بكتب له لازم نتقابل لازم نتقابل نروح نقابله يا اخوان نروح نقابله عنده دروع نذر رايد شخص جديد في السيرف وعنده دروع نذر رايد سلامات ما راح اعطيك شيء اوكي زيتريكس كان يحاول انه قد ما يقدر ما يضغط F3 عشان لا يبيين مكانه بس اتوقع لما انتبه نذر شيء لازم ننسك روح لبالضبط يا 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 سويس انكم تفهموني اه احداثيات هنا يب هذي الاحداثيات هنا حالف بس ما انت اشتبي مني اشتبي مني كيف مني ها انا اعمل بي اتشرف بمعرفتك حتى انا اتشرف بمعرفتك وكل حتى لا تشيبنت او ماي جاد اخوان اتشيبنت اجاد جاء من وين كيف تشاكل اتشيبنت اول مرة او ماي جاد اول شيء يكيد هو بيحاول يختبرك مهمة معين شاسما انك قوي من جد ابيك تجيب لي راس صور دم عشان لا يقدر فيك لازم تخلي عندك قيمة فا امديك تقوله انك تعرف معلومات زي مقار المورس مثلا طب بش اسمو ايش بنسوي لو يجهجها مع المكان يعني ما عليك المكان جاهز لهذه الاحتمالية بنشوف الحين تقابل عضايا السيرفر مع باري وزايدة شاكل صور دم ان فليكس والعمل باري هنا فليكس قاب ام العيد لانه قابهم لمواريد الفارم بنفسه ان طوي الخطأ شرفت في معرفتك شرفت في معرفتك احا حبيب اوكي ما اولي وان برا شو بتعمل يا زلم شو بتعمل ايش بتسوي ا اسمع اسم ا ادخل 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 جوا ادخل جوا ادخل جوا ادخل جوا اوكي ايلا ايلا شبه ادخل دخل 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 والاسوأ ان هو حاول يحل المشكلة في قابل عيد اكثر و خسر سكة زيتريكس انا لا انا شأسمى على كيد دم انه هو حمل اغراض على فكرة اهو ماذا نحن معتي بالمورس دوام؟ باذر جبتنا هم العيد جبت هم العيد لا ما اللي باك اللي قال قرجع جبع كل ذلك ماجمو بلوك براذر هورودي كان صعب اني هيخلي زيتريكس يذق فيني والحين حاولت اني اغضر فيه قدامه عشان يقدر يرجع سكتهم كان يقتل كل الأعضاء ويجمع رؤوسهم عرفيته رومر ولكن فكرة قتل سردوم صعبة جدا وانا اول محاولة لقتل سردوم والي طبعا متفشل بتخلي فليكس يخسر سكت سردوم ما كان يبقيığ اضيع هذي الفرصة لو سردوم يقفل بث هذا لازم ستنى أسبوع زيارة لاحد ما يفتح بثاني لير النظر ن strawberry بردر في فخ سوى كده ايش الغبي هذا برا ظرو يعمى مرة فخت فعشان كده روح اصمعه بعد وعلى المقر عشان اقدر ارجع ادخلك العميل بعيد لازم استخدمها كي اوك كي رح جيبني عندك ما عندي وقت بسرعة قبل ما ينتبه اني كذا اختفيت فجأة بدي سوي ذاكي ارفت العود حق القلب أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هي الثالث نفسي عشان يشيب راسي اه ماذا بيبع فليكس فليكس سوق أمها كيف مت اسمع دمشته ألف مر.. ماء ما عاد فاش نعزل الخطة صعودو فتح بس مع هايبر وترك دروعه في الشيس وهنا قت لحظة سرقة دروع صعودو لان اداء الحل الأمس عشان يقدر باري قتل صعودو سوق أمها وين دروعي لماذا لم تضع فاندرشيست اه صعودو بدأ يدخل بشكل أقل لانه فقط سوق دروعيبر وقريب حس عن شخص ثاني يسوي معه المهام اللي طلب منه يريه واللي كان خزنة يبع ذا الشخص اللي عايش لحاله بيصل لها دور مهم الحين إذا سألتك كيف شخص طيب وبريء من الممكن ان يتحول لوحش بشري كيف نسبة ان هذا الشخص نفسه يتحول لوحش بشري من الممكن ان يرتكب أبشع الجراء بعيد انه كان قاد بيتابع حلقة القاسم يا زا قاسم لما لا يعلم المهم سوردوم مخزنة رجوعا مكرنمور سوفليكس او العميل باري كان منتظره فارغ الصباح عشان ياخد راسه لانه انسب فرصة بسرعة جديدة سوردوم صوب الشيك بوينت عشان رجعي جزبني هنا والعميل باري فعله لإدريات سوردوم لكن حرفيا قلب أم العيد اوكي شباب سلفي الفوس تم الفوس ماني قادر اطلع من الكاميرا شباب الكاميرا لا الكاميرا علقت الكاميرا علقت الكاميرا علقت بصفقه بصفقه متغيره لكن خالق مكارنمور حاليا نبري معرس كل أعضاء مع دراس هايبر لانه صعب جدا سوف ادوم فتح بس عشان احقق بين أعضاء المورس على مين هو العميل باري للانه ولاشخاص الي قدر يوصل مكررن المورس وهو في الغالب واحد من المرس وطبعا الشت كان عامل مؤسسر وسيء جدا ضد فليكس السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين كيف البسارش مات من البسارش يلا سوردم يلا سوردم وذا قاعد يصفق مؤخرة اسم عمر ويقول يلا سوردم مردر عمر يتحقك واحد يقعد في محل لمدة ثانيتين بس يا أطفال ممكن الاشتباه البوب عندنا الاشتباه البوب با دام والله ياخدك لا ترسلوا فرد لكم أوكي العميل با هو واحد منكم انتم اللي قاديه هنا أو منسبب اللي هو مواحد برا مننا انه هو يعرف كل شي عدنا كل ما نسوي خطة يجي في مكانها كل ما يجي يسوي شي هو يجي فأكيد واحد يعني منه انه يعرف كل شي قاعد يصير حرفيا ها ها هلا ها يعني طب هو يعني هجم علي كدا أنا وصوردم قبل كم اليوم لما هجم علينا فليكس انت اختفيت كل ما هو يتكلم انت تسكت كل ما هو يتحرك انت ثابت ويت فلبر من جدك تشك فيني طب شرعي يوري في الموضوع أوه يوري يوري أوكي شباب شاب يوري دي يوري دي يوري الهيرو براين كأن مرعب يظهر فشأ من العدم وضعي راقبك من دون نعتد والله ذكي سمع شباب طريقة تعمل الهيرو براين نفس طريقة تعمل العميل بالك قصة هذا كان غامض وكبار في عالم ماينتراف ولاش يكثر لاعبين يقولون بأنه اكثر شي مرعب شايفوش حيومت في حياته اليومين هجم علي أنا وصوردم إلا عداكم فليكس لازم اتدافع عن نفسك ويت 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 مجدك تشك فيني الحين خلني اثق فيك طيب انا ابيثق فيك بس الموضوع تخليني رد علي قلت علي قلت له قشب السبيد لما اجيبوه اها قلت مو عاجبك نيوري هو القائد تبقي انت استعين القائد كده عشان تحس بال... انا اللي حطيته قائد على فيه بجدك اها ليش حطيته اها صح مش من شنا نستفيد حاجة اللي احنا نعرف من هو واخن ازين نيتلو خلص ههه هنحروف مكاني شروف الزاوي ونحط عليه لابه وعتقد نحط عليه أبسيدو نحيبس بالأبسيدو ونقابلوا اندروت بسه حاولنا نذبح مليون مرات تريليون مرة حاولنا نذبح او مرتضط اها اوكي برادر هل تتوقع اذا انا كنت هو هل تتوقع و time اhab يعيش بعدها ص London et Wrestling راحوا مع بعض من النزول عشان يتكلموا شوية وانا اظهر غازي كان مرة قريب انا قريب سمعت من هنا من هنا من هنا الدو دو ودو هجم عليه instead هجم عليه مرة هي اضع دعو اللي billions لا 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 يكشفي لكن انا حصى النقاش بينهم وقف الفايت انتهى بيننا عمر الذي زيتريكس يعطيه بيضة سلحفا مقابل التاج وفعلا زيتريكس اعطى حدث سيات المكان اللي بنلقى فيه اسم الفصل الفخن الزبالة اسمع 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 لو ادتك البيضة تدين لها سيات اعطيك اياما 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 تتذكرون لما يرى يقولي ان المقر جاهز لأي هجوم ولا يجى 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 يجو يجوا يجى 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 وقتل لي يا زيتريكس انا لا مهتم اطلع يا الحسانة ولا ترجع لا ترجع يا الحسانة اسمع احلل المنطقة التمامة احنا مره ايشي ايضا نقاح وفعل تسرور من ملاخيره طلق بالبو لو كانت مدري بس لا تفتحك والله كنداري والله كنداري يميننا يمين الانفجار مفجر اكبر من هيك ممكن ترجع عشان افجر امرة ثانية وبعدين يعني مفيش تاك الفكرة من الهديد هذا كله انه عمر لو بدك التاج فانه محتاج تقتلنا اول اوكي الله غازي اه العداوة لم تنتهي هنا ونازل فخ الفاشل احزوا قمل معهم لمقرر مورس ويريقرر انهم يبنوا مكان ضحما على شكل قمل ويكون فخر الزيتر اللي صار فعلا وهنا ظن اللاعبين بانهم كشفوا كل اسرار الهيلو براين وما ظل شي ثاني لكن انا بدأ التوشعر بالقلق لانك بتعات عن منزلك كثيرا واصلا حتى لو حاولت العودة فلن تستطيع لانك ضعت الطريق اكي في عندي لك شي دقيقة كيف سويتها اصبر معانا الحين هم صاروا بدون حماية اوكي اه بحاول اقول له اني اعرف مكان يوري لازم ودي فوق البدروك شباب ورني وين ايش المكان ذا اسمع اشرايك نسوي سبون سيت كده لو عرفت انها دخل اخذ الاغراض والانترشست وبعدها اخطفه شفا بسوي ويسوي امه يعني بسوي الله بيه قررت الانسحاب والهوب ولكن اينا ستذهب الى اينا تتحدث اين زيتركس وين 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 ايو غازي كيف دخلنا هنا سكوت ايجت لحظة يلا خلوني اتكلم وقعت في فخي يا زيتركس طب يعني انت الحين اش استفدت دخلتنا في الفخ ما عندك خيار ثاني لازم تعطينا التاج انا مستحيل ان اعطيكم التاج ترا اكدر اني افعل ترا اكدر الانكر والانكر تروح مني و اقدر اني ارجع الانسحاب مرة ثانية ومستحيل اعطيك التاج هل تسمع الصوت هذا زيتركس؟ كيف فتنا اصبح صوت هذا؟ كيف فتنا اصبح صوت؟ انا بكيت مدير التنفيذ ولكن لا اعرف كيف فتنا اصبح صوت؟ يوري ما رح تقدر اسمع اني عنده صاحب اقدر اوثق به يقدر يطلعني من المشكلة صح؟ تاغ بنجد مكان التاج ما را هعطيك التاج مستحيل اعطيك التاج حتى لو تركنا غاز اللي واحدي مستحيل اعطيك انا من اول كنت مخبي التاج بالسندوق في السترونغ هالط شباب شوفوا شباب اشمال ايه التاجي شباب ايه التاجي صلو ما كان التاج ولكن النهاية كانت زفتة انها عمر طاح في اللافة وراح التاج رأي التاج راح فيها بعد ما وصلولو ما اعجبت من النهاية فمن غير النهاية ونجعل عمر يلبس التاج قبل ما يتحفي اللافة مرشي شوفت عمر فايف تاني فاwierين بو이에لصل دائم بوعة المواردة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة